هناك رواية في الكاف الشريف ينقلها أيضا السيد هاشم البحراني في تفسيره الرواية في بيان معنى الآية الخامسة والخمسون من سورة المائدة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الرواية عن أحمد بن عيسى يرويها الشيخ الكليني بسنده عن أحمد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ماذا يقول إمامنا الصادق قال إنما يعني أولى بكم إنما وليكم وليكم الله ورسوله والذين آمنوا من هم الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون الآية الخامسة والخمسون من سورة المائدة ما المراد من الولاية هنا إنما وليكم إمامنا الصادق يقول إنما يعني أولى بكم أي أحق بكم وبأموركم وأنفسكم وأموالكم الله ورسوله والذين آمنوا قال يعني علي وأولاده الأم عليهم السلام إلى يوم القيامة هم قادة الأمم من مراد من القيادة هذا مظهر آخر من مظاهر القيادة فهم أحق بكم وبأموركم وأنفسكم وأموالكم إلى يوم القيامة هذا مظهر آخر من مظاهر القيادة